بين الشعاب والهضاب المترامية الاطراف تلاحق قوات الجيش الجيوب المتبقية من عناصر الميليشيا في جبهة سرواح الجبهة الاشد وعورة وفي ظروف كهذه تقارن الهمة بالغاية والهدف فيصبح المرور من على هذه المنحدرات الخطيرة امرا هينا تظهر البيئة القاسية بان معركة سرواح لم تكن بالامر السهل وهذا ما جعل البعض يتحدث عن الفاعلية القتالية التي بات يتمتع بها الجيش الوطني وجاهزيته لخوض معركة صنعاء خصوصا وانه اصبح على مقربة من منطقة خولان في الحدود الجنوبية الشرقية للعاصمة صنعاء اذا هو انتصار لا يقف عند حدود سرواح كما يؤكد قادة الجيش الوطني بل هو خطوة في معركة اليمن الكبرى للخلاص من ميليشيا الانقلاب واعادة الشرعية للبلاد وفي المقابل تستميط الميليشيا وتدفع بالتعزيزات المرة تلو الاخرى لوقف تقدم الجيش لكن تعزيزاتها تذهب في جحيم المعركة المشتعلة ولا تجني شيئا سوى ارتفاع اعداد ضحاياها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة